تونس تونس يد وحدة وصل صوتك محسن مرزوق أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا سعادة باستقبالك عندي حيرة في تقديمك أنا شخصيا أنا عندي ملتوى عمري 50 سنة عالة مقدم نفسي محسن بعبد الكنيب نعمور مرزوق فلذلك أرجو أن نبقى في التقديم فمش سفة جديدة أنا مهتم بالعمل السياسي ؟ ناشط سياسي ناشط سياسي أفضل 나오칠 سياسي منك القيادة في قيادة يسامك غطرت أولاد احنا كي من المملكسي المملكسيكاني وارد في الأحزاب السياسية التونسية كلهم قياديين كلهم عندهم هنا سنجوم ناشط سياسي مهتم بالعمل السياسي في تونس ضيفنا في ميديشو سيد محسن مرزوق مهتم بالعمل سياسي في تونس مرحبا أيسي محسن أهلا وسهلا مدايوب بالأحداث الأخيرة حب نسألك على شونك في تعامل السلطة والنواب مع الأزمة الأخيرة في الأزمة الأخيرة الساعة أزمة حقيقية ويلزمنا نشوفوها باعتبارها أنذار جدي جدا على أنه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأمور مش ماشي كما يلزم أو بسرعة اللازمة وأنذار مش فقط للحكومة أنذار للديمقراطية التونسية الناشئة والحمد لله أنه معناها استطعنا أن الرجع والهدوء بعدما بدأت الأمور تخرج على السيطرة وهنا نحب نقدم دحية خاصة لقوات الأمن والجيش وظهر أنه في وزارة الداخلية ثم طريقة جديدة في التعامل فيها برشة كفاءة وفيها برشة حرافية قد تعود القيادات الجديدة في وزارة الداخلية اللي كانوا على الميدان وعطوا صورة حقيقية للناس الصابرين اللي ما دخلوش في الاستفزاز والحمد لله ما خرجنا شيء بأزمات لقدر الله قتلى ولا غيره نعم على مستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى السياسي منظهر أنه ظهر أن نظامنا السياسي ما واش قاعد يستطيع أنه يتفاعل بالسرعة المطلوبة ما لا يحدث لا في أنه هو يقول ثم أزمة جاية ويتوقحها ولا في إدارة الأزمة وهنا السؤال هل هو الموضوع إذن وين مشكلة في إدارة الأزمة؟ إدارة الأزمة بالسرعة المطلوبة يعني المفروض أنه كانت الأزمة يتم إدارتها بالسرعة المطلوبة خسرنا أربع أو خمس أيامات المسؤولين مش موجودين ما كانش تم تفاعل مباشر على الميدان في الجهات على أعلى مستوى إدارة الأزمات راهي وهنا راني ممكن نقول كلام هدايا أنا مانيشي ماناها أن نتساءل على نوعية ولا على كفاءة المسؤولين هي هو سيستام هو نظام يعني ثم فن كامل اسمه فن إدارة الأزمات شفته في الإعلام يعني الناتق الرسمي باسم الحكومة دخل أبعضها ومعرفش يدير الأزمة بالطريقة المناسبة شفنا الخطاب لو كان الخطاب متردد يعني ثم أزمات نعرف ونديروها لكن أهم حاجة أننا نتوقعوها قبل ما نديروها هذه نجحة في إيقاف الإحتجاجات والنجاح نجح نوعا وقف الإحتجاج معناها قاعدنا قرابة عشر إيامات حنا مازلنا في كوفروفوليو وفي حالة طواري في البلاد واحد من نجحات لحطها سيستام حاضر التجول في البلاد مش حاضر وضعية طبيعية يعني ناس تعيش في حاضر التجول ثم ناس مش قاعدة تقدم ثم مطاعة مش قاعدة مفتوحة ثم ناس حياتهم مش حياة طبيعية ثم اقتصاد يمكن مش قاعد ماشي ما نقول وش انه ثم نجاح صار ما نجمش نقول انه الأزمة لي صارت حنا ننجحنا في إذا حنا صارت أزمة وما دامية أزمة موش نجاح خرجنا منها لا خرجنا من وقت ياش خرجنا منها إذا كان احنا خلصنا الدروس الكافية باش مشينا شفنا الناس خطرية مقسومة لزوز للأزمة كانت الجانب الأول حتي جيت مشروع متاع شباب ثم بعليك الدارة دورة أخرى ودارة دورة أخرى أي دارة دورة أخرى معناها كانت فيها طبع اجرامي. كان فيه تطبيق القانون بالقوة الكافية في طالقانون طبعا. ولكن المهم الان نفهم عليش صار هدايا ونفهم ان وراهم احنا محتاجين الى سياسة جديدة وروح جديدة. واصلحات اكثر جرأة. انا سمعت السيدة رئيس الحكومة. ثم معناها من اللي قالوا اللي بارح برش حويج يستحقوا نقاش بصراحة. لكن على الاقل ثم زو زكاية ثم في خطاب طويل. ثم على الاقل آآ شرارتين والثلاثة اللي هم اذا كان نبنيوا عليهم ونبنيوا عليهم كروح وكمقاربة يمكننا القاول الحلول اللي حاجة لها. مثلا وقت نقوله انه معناها الشباب اللي عندهم مشاهدات كي ياخذ قرض مش لازم يكون ثم ضمان. هو صاحب معناها كان عنده شهادة. هذا اشيء مهم جدا. هذا ما اللي يجبنا نعملوه تو. معناها احنا قاعدين يلزم اقتصاد اقتصاد انقاذ في ظروف خاصة جدا واستثنائية ويلزمنا النقص واكثر ما يمكن من التعطيلات. والاجراءة الثانية انه المواطن اذا كان قدم طلب في شهر معين طبعا بعد الاستثناءات ان شاء الله الاستثناءات تكون قصيرة برك. انه في الاستثناءات انه اه اذا كان يقدم طلب اذا كان مجاهد شرد في شهر يعتبر انه هو اه اذاك الرد ذاك ايجابي. احنا محتاجين لهذه اصلحات على موسطل الادارة. محتاجين الى مقاربة جديدة لعمل جهات. محتاجين اكا البي بي بي اللي لناه ولتو مريد منه حتى شي نشوفوا علاش مصارش محتاجين المشاريع كبرى في الجهات محتاجين البنك للجهات محتاجين البناء التنمية كل على موسطل الجهات محتاجين لشي جديد. لغة جديدة ومقاربة جديدة. محتاجين الى المؤسسات متع الدولة فيها يصيروا مسؤولين من نوع خاص عندهم الكفاءة. وقادرين نعطيهم السلطة بيش ياخذوا اجراءات استثنائية في الجهات بيش اذا كان مشكل يحلوه. محتاجين لمقاربة وضع العقاري. يعني هذو من الحواجي اللي همحتاجين لي. محتاجين نجيبوا الاستثمارات. وكي عشرة بالمياه متع التصدير اللي مش نرجعوها هذي كان نحيوها. بسفر بالمياه خلينا. كينا احنا قاعدين توا نصدروا على الاخر وبدينا نطلعوا في نعملوا في التاكس. ويما تزيدنا حتى شي. محتاجين لانه نضعفوا المنحة متاع الناس اللي يستثمروا معنا في الجهات الداخلية. محتاجين نقعدوا ونخدموا ليل ونهار باش نلقاوا حلول. اللي صار كان انذار جدي. وما نقولش للحكومة. لكل نظامنا الديمقراطي الوليد. واذا كان ما استطعناش نعطيها ايجابات واجراءات اقتصادية واجتماعية فورية. وفي نفس الوقت تكون عندها بعض استراتيجي على ثلاثة اربع وقود لقدام. مش تولي معناها يمكن يسر الانذار المقبل يكون اشد خطور. سمحني سمحسون. جيت احزاب حاكمة. والحزاب الحاكمة ذي عندها برامج. نعم. وعندها رؤياه. وانتجد حكومة. الحكومة تعمل تعمل بسنتهيز. تخدم بسنتهيزم متاع البرامج الاقتصادية والاجتماعية متاع الحزاب هذوما. اليوم نقول وراه وليزينا اليوم نقعدوا باش نلقاوا حلول. لا حلول موجودة. حلول موجودة. انا مثلا كيشون البرنامج. البرنامج متاعنا اللي حطيناه. لا انا نقول تطبيق. هي ثم برشة امور موجودة في تطبيق. يعني مثلا برشة مشاريع اللي موجودة وتموينات موجودة. وشوف معناها ما تنفذوش. ثم مشاكل متاع تنفيذ. ثم مشاكل متاع اشتغال النظام السياسي. متاع مشاكل متاع اشتغال الادارة بثقل الادارة. رغم كل الطموحات ورغم كل معناها الطاقة الايجابية الموجودة عند الناس اللي في الادارة اللي حاب نحيي من الناس كل. ثم طريقة اشتغال عمل الحكومة. يعني ثم التطبيق الاستراتيجي. يعني هذا الكل ويش قادم. ازمة الحزب الحاكم تتحمل مسؤولية في هذا سراحة محصر المرزوق. انا نشوف ازمة حزب الحاكم. دايما عندها عام. انا ازمة الحزب الا احد احد الاحزاب الحاكمة. اه اللي هو موجودة خاطمة ماشي حزب حاكم واحد. ثم اربع احزاب حاكمة. واحد من الاحزاب الحاكمة. يعني اربع. هو كله ثم منهم. ايه. اربع وشتر. ايه. اربع وشتر. شكو نشتر له? ثم حزب واحد اخر اسمه اه الحركة الوطنية. اه ايه. اه. احكيوش صارة في الواحدة ذي. لكن المهم معنى هذا الحزب الحاكمة. انا نشوف مثلا كنشوف البرنامج اللي خدمنا عليه في الحاملة الانتخابية. يعني فيه فيه اجابات واضحة. اه الازمة اللي صارة في وسط الحزب في احد الاحزاب الحاكمة اثرت على الحكومة. يمكن اثرت على بعض التعطيلات. اثرت في بعض التعينات اللي صارت في التحوير الوزاري. ملا هذا كلا. الاخير. وحتى على مستوى المسؤولين الجهويين والمحليين. اللي كانت فيها اه تعينات مكافئات سياسية اكثر من تعينات قاية مع الكفاءة. ولا ات. اعفلانهم. وهذا كانت من اسباب الازمة في وسط الحزب. وشن هو? معنا كانت الاسباب الازمة انه الحزب ولا مهوش هو اللي ياخذي قرارات بسدد التعينات اللي حاصل على مستوى المحلي وعلى مستوى الجهوي ثم على مستوى الوطني. وهذا ادى الى نوع من المحسوبية. كان فيما اشخاص ياخذوا في القرارات. محسوبية وولئات. احنا اخذينا موقف من وقتها على برشة مواضيع منهم الموضوع هذا. لكن احنا الان نحب نغزل قدام. الشرعية الاساسية. شرعية المستقبل وشرعية الحاضر. انا بالنسبة لنا هذا كماضي توا. كل الناس كل رب يوجههم وخير رب يوفقهم. احنا المهم نحب نشاهم في الامور الايجابية. اي. هل انو حوار وطني اليوم حول التشغيل والتنمية. هل نجم يكون مدخل لحل الازمة؟. ما اعرفش علاش اذا احنا محتاجين الحوار الوطني ولا. لكن المهم هي منهجية الحوار الوطني. اذا كان حوار الوطني مش نحطه خمسة مئة واحد في سالة بيش يقعوا لو يتكلموا مبودة خمسة يامات. ويتعاركوا. وحزاب وغيروا. انا منتصور انه اهم شيء حط الفاعلين اقتصادين اساسيين. حط النقابات وحطوا القطع الخاص وحطوا الحكومة. وحط المؤسسات الدولية اللي هي مثل مانحة. حطهم مبعاظ محاول نفس الطاولة فيها عشر اخمستاشن طرف. وخليهم هما يشوفوا كيفاش يجموا. البي بي بي هذيك اللي عملناها تتنفذ على العالم كان خطرتها ومثلما حتى امكانية بيش نتلقوا مبادرة كوبرة اذا كان مش قيم على الشراكة بالقطاع الخاص والقطاع العام. مجلة استثمار معطلة. مجلة استثمار لقاعدة معطلة اللي هي ما تكون عندها اولوية. وش معناها مجلة استثمار? يلزم يكون عندها مبدأ واحد مجلة استثمار. ماناش في حاجة لماذا مجلة استثمار? لا لا يلزمنا يلزمنا لكن يلزم عندها. لا لا يقول الكلام هذي معناها انا رأي معناها مخطئ. علاش? مش فقط يزمنا مجلة. يزمنا مجلة ويزم مجلة هذي يكون شعارها. لا يجب ان تكون هناك دولة قريبة من تونس. على القل في القارة اللي احنا موجودين فيها. اللي يكون فيها عندها تشجيع الاستثمار اكثر من تونس. الحرية مبدأ. هذا هو يزم المبدأ. ومن بعد التفصيل يجي. ويلزم نعمل عليها سياسة اعلامية. وتواصلية. ونسمعوا بها العالم لكل. ونردوها معناها هنا خطرتها وثمه مشكلة كبيرة قاعدة موجودة. اللي هي المشكلة الاعلامية والتواصلية. راه هو التواصل والكوميونيكاسيون دوليتا. ما هو شي فرقة ناطق رسمي ويغلط تطلعها. فنطلعها. ما ناتق رسمي وبلوس. لا. يلزمها سياسة كاملة مهمة للخارج وللداخل. باش نعطيه تونس. شو بك ركزت معها ناطق رسمي. عفر? شو بك ركزت معها ناطق رسمي. لا انا مركزت معها مانتي ظهل انتي مركزة. ما اخذت نعرفك عليها شو بركز. ما اخذت ماشي قويجة باش نقولها مش فقول حد شي. لا نحكي على سياسة اتصالية اول حاجة للداخل فيها جانب بيداغوجي وللخارج خاصة باش تونس تولي تبيعا ما انا اقول تقدم المشروع لبرودوين تونيزي معناها هالمشروع هذي هالمنتج هذي يكون قادر على جلب الناس آآ من الخارج. حال اخر هو تسريع بالانتخابات البلدية والجهوية. هذا رؤية اخرى. لكن المشكلة مش فقط الانتخابات البلدية والجهوية. اذا كان احنا ما بديناش نفكروا في اللا مركزية اللي مش نعملوها شنية. وش معناها دور الجهات على خاطر توا. توا ما زلنا بديناش نفكروا. محكيوا عن انتخابات بعد ثمانية شهور. لا البلدية نا. وتوا احنا احنا كل وقت البلديات تقريبا في النظام في تار المنظومة السابقة معنا التفكير السابق. مثلا مش تغيير. احنا قاعدين نقولوا توا. يلزم الجهات واللي عندها لا مركزية وعندها اوتونومي. يلزم نفكروا مثلا في انه نعملو بنك الجهات كما اخترحناه. والبنك الجهات هذين اعطيوها تمويل لازم. يلزم نفكروا ان الجهات واللي عندها آآ نوع عمل ذاتية في تسير نفسها. يلزم نفكروا في بعض شركات للتنمية الجهوية. شركات متاع استثمار جهوية يشاركوا فيها المواطنين متاع الجهة. بنوك استثمار معنا. مؤسسات استثمارية جهوية. كل في جهة. يلزم اجمعها ذو في الجهة. ايه هذا هو المشكلة في التفعيل. خطرحنا معناش وقت. لا يلزم زادة الصراطة المحلية في انتلاه والجهوية اللي مش تشرف على الادارة الجهوية يستدقل منتخبة وذي يلزم معناها ادارة ديمقراطية. يعني بالطريقة هذي تولي جهة. منعرفش ان اقوذ ايجيها من الجهات. خذ جهة مثلا مش عارف ان اسوسة ولا اسفاقص ولا غيره. تولي تفكر في تنميتها من خلال ما تملكه وهي. تعالوا انت مثلا نشوف مشروع كيف مشروع تفرورة في اسفاقص هذي. اللي قيمة متاعه. قيمة العقار. ثلاثة الاف مليار. اذا كان اسفاقص تصرف فيها في ثلاثة الاف مليار. هذو كنتون تحل مشاكلها لكلها على مستوى البولية التحتية وغيره. ما اسحق للدولة. وما اسحق للسلطة المركزية. وقص على ذلك في عدد جهات. ونعطيه للجهات امكانية يبحثوا على اسواق مباشرة اللي بيدون موروا عن طريق سلطة مركزية. يلزم الثورة. هذي الثورة اللي ما صارتش هي الثورة هذي في كيفية ادارتنا لشأن الاقتصادية وفي كيفية ادارتنا للشأن العام. هذا اللي يلزمنا بنوعي لحزاب جديدة وخطر التوانسة. فدوا من الحزاب وفدوا من العمل السياسي. خمزين لحزاب جديدة. وليتوا كتلة ثالثة في البرلمان اليوم. المشروع او ذي كتلة الحرة. آآ الكتلة الحرة. المشروع. هكذا اللي نشوف العنوين اللي قاعدة تخرج. شمشي يكون دورها في المستقبل? دورها في المستقبل اولا حاجة لتكون تقدم مبادرة تشريعية. ثانيا تعمل بكفاءة حقيقية. ثالثا تكون صوت المجتمع المدني والجهات. ورابعا نوعيد النظارة لعلاقة بين النقب والناخب اللي هي بكل اسف مشات. على اقل هم ممنيجيين وما يجيين من نيدة تونس. في العام اللي فات نواب نيدة تونس بكل اسف بساثناء مبادرة فردية. ما خدموش كما كان المطلوب يزوم يخدموه آآ بعد ما انتخبوه من ناخبين. شو يخدمو? اليوم عنا ستة وستين مشروع مشروع قانون واقفين. ما تزيد عليهم مشاريع اخرى? لا. مش كل مشاريع عن تا القوانين للساعة. ثم برش العمل بتاع النايب مش كان في تقديم مشاريع عن تا القوانين. النايب والعلاقة في الجهات. ووجوده في الجهات. لا احنا نعملوا تبويب. هي المشكلة في التبويب. هي مشكلة فيه عشرين الف مشروعة. هي مشكلة في التبويب. شنو الاهم وشنو المهم? عندهم الترتيب متاع الاولويات وحكيوه مع الحكومة وعطاتهم مشروع الاول والثاني والثالث والراب على العشر. نشوفوا حل في في العمل فيه وثم مشكلة هدايا. ثم امكانية زادة انه تصير ارتفاق ما بين البرلمان والحكومة على اساس انه نعطيه الحكومة في مجليات معينة. فهموا مشكلة في رئاسة البرلمان. ما نعرفش هذين النواب يزوم يجوب عليه. لكن انه نقول. هذة كلاب نسمعه شوية. خلينا عديك حاجة اخرى يا سيدي. باش تعرف انتي طب معلاش برلمانة مش يخدمش بسرعة كافية. طبعو انت يزوم مش لأي برلمانة في العالم. اي كتلة نيابية. تلقاها كل نيب. عنده اربعة ولا خمسة مستشارين اي. احنا الكتلة السابقة متاع داتونه ستة وثمانين. كان عندهم شخص واحد في الستاف. بعده له اثنين. ستة وثمانين واحد. حب نفهم ان هذو ما كيفاش يجي يخدموا. اول حاجة في المجلس. وكيفاش يجي مهم يكون عندهم علاقة بالناس اللي ينتخبوهم. على خاطر نيب لابد ان يعود للناس اللي ينتخبوهم. خاطر هذو كهم العلاقة به. يعني ثم حتى على المستو الإداري. إداريا المجلس موجود في مقر. وما عندوش الامكانيات تتمكنوا من العمل المستمر. يعني يلزموا جمعة في مجلس ما يلزموا اربعة خمسة اسابيع. باي. اه شو طبوا تمثيلكم في الحكومة باربعة وخمسة وزارة انتم مساندين الحكومة اليوم. تمثيلكم باربعة وخمسة وزارة وحتى اكثر مثل الاتحاد وطن الحر مثلا. موش موطر واحدة. عندكم وزارة في الحكومة. معناش. حتى وزير. معنا حتى وزير. ومحناشي مطلوب هذيه بالنسبة لينا. حتى الساعة احنا مزلنا معمناشي مؤتمر متاعنا الاول. ومعمناشي. تأسيسي. المؤتمر الاول تأسيسي. معمناشي خطنا سياسي. وذي كل مش ينتهيه. كله مش ينتهيه. قبل شهر رجوع الفيل وستاش نشاء الله. بما يكون عام 2 مارس جديد. en 2006 مش يكون هو الآضةane على اسم الحزب. و بداية تسجيله قانونيا ويوم 20 مارس. في المقترحات یوم 20 مارس يكون يوم dessert اكبئة شعبية ليتشỉحوا وتقديم من الناس بابتار ان يوم 20 مارس. يوم 20 مارس عنده رمزية تاريخ خروج هذا التنظيم الجديد. ويوم 20 مارس بابتار انه هو عيد الاستقلال وهو عيد لكل التونسيين. وهذا تنظيم يريد ان يكون لكل التنسيين. الحزب الجديد اليوم واضحة الهيكلة الهيكلة قاعدة احنا عنا لجيان اشتغلت عندها تواسبوعين وثم مقترحات متى هيكلة وتواحنا مش مش نعملو في الهنا في الثلاثة السابيع الجاية اولا حاجة على مستوى الجيهات مش تصير اجتماعات لنقاش الوثيق اللي خرجت كيفاش نحبوه الهيكلة متاعو كيفاش نحبوه خطو السياسي وثم استشارة وطنية شعبية مش تبدأ معناها يوم الاثنين المقبل والاستشارة الوطنية الشعبية هذية مش تمس في مرحلة اولية مئة الف مواطن اللي احنا مش نسألوهم اسئلة سهلة جدا مشنو تتصور الاهداف متاع التنظيم جديد سياسي قاطرت او احنا فدينا من الحزاب السياسية ومعاش تسمى ثيقة باش نسترجعوا الثيقة نحبوه نسم المواطن شنين الغلاط اللي هو معاش يزوم يعملهم ومش نقترح عليهم بزايد اقترح لنا اسم من اسم بتاعه وهذه العملية هذية مش تخلي انو هات تنظيم هذية مش ينشأ من رحمل استشارة الوطنية الشعبية لانو احنا المشكلة مش نحبوه نزيدو اسم حزب المية وستوصاب الحزاب حبوه الساعة نحلو مشكلة الثيقة في العمل السياسي والحزبي اللي هي معاش موجودة بين المواطن التونسي والاحزاب تسمية متاع الحزب جديد يكون قريبة من كتلة اسم الحرة يمكن يكون حزب وعندو في نفس الوقت كتلة اسم الحرة وحزب اسم المستقبل يبدل هي اسم من بعدك الحرة ولا هو يبدل اسمه معنى ها ولا يكونوا اسمه قريب منها معنى قضية الاسم هذية ما يشي اختيار متعربة خمسة من الناس انا وفضل انو عنا تقول تشوف ان شاء الله في الشهر هذية شو مش يسير مش نعملو جلسات استماع ليس يسيرك لديكوت مش نعملو واحدة كاملة مش نعملو قطة استشارة كبيرة سواء كانت بوسائل الإلكترونية ولا مئة الف مواطن مش نكلمهم مباشرة حتى اسم الحزب نعم مش كون في الفوكوس معنى يعني نحبه نحبه فعلا اذا كان هالتنظيم جديد هالحركة هذه ما تكونش بفعل حركة تمثل تنوع الشعب التونسي قايمة على الجهات تعيد الثقة في العمل السياسي والحزبي ما تعودش لغلاطة مثل الحزاب اللي فاتت شكون القيادة اللي فيه اليوم احنا معنىش حزب باش نقول شكون قيادة شكون المجموعة من الناس كل من النواب الكل ما ذوكم من الـ 23 نعتبرهم لكلهم قيادات ذوكم ونعتبر الوخيان اللي هما خدموا في الجهات وخدموا في الليجان تقرابة ستة الليجان خدمت كلهم زادت فيه كلهم مؤسسين نعتبر النساء اللي حضروا في الاجتماع تاريخي اللي صار في الحمامات اللي كلهم فيه الاجتماع اللي صار في الشباب احنا الى حد الان مقبل ما نقسوا ومسعتينها اسم ثم 45 ألف وشوية طلبات منتع انخيرات فيه خمسة واربعين ألف ومئات من طلبات الانخيرات ليدة تورس عنده كان عنده ستين ألف حركة النهضة عندها ثمانين ألف احنا معملناش التو احنا قدرك بمزلنا معملناش احنا والحاجة مزلنا حتى عملكك الراجل اللي قال عندي أربعين ألف وبعد جايبني كيفاش؟ فما الراجل قال عندي أربعين ألف بنخارط وبعد جايبني أمرك ما تطبع حكايات ذلك الراجل الذك نصيحتي ليك معنا أمرك ما تطبع حكايات عام الراجل محسن مرزوق هل مش تكون انت محسن مرزوق انت زعيم الحزب الجديد ما تماشي زعامة للحزب ذايا بالطريقة الكلاسيكية تم مؤسس قيادة جماعية لا مشكلة جماعية هي المشكلة الكبيرة اللي صارت في السابق عنا عامل حبوش نعود وغراء طبال احنا عاننا مؤسسات إذا كان ثم ناس مش تكلفوا مسئوليات هنسميه مسئوليين أكثر من زعامة المسئول وعنده مدة منتخب وعنده أهداف حقق من الأفكار الجديدة اللي مش نعملوهم في التنظيم الجديد مش نعملوه مؤسسة داخل الحزب لقياس نسبة تنفيذ الأهداف المرسومة عند المسئولين الحزبيين معنا كما من داخل مستقلة اللي هي باش نشوفوا الأهداف كل عمل قايم على الأهداف على الانتخابات وعندك مسئول المسئولي جمي تبدل في أي وقت شنو تقول اللي يقول أنه هذا حزب محسن مرزوق للذهاب للرئاسة غلطي أنا قلت سابقا ولمسيط أتأكد أني مش مهتم بالمواضيع هذه الكل هو هذه من الأشياء اللي تم استعمالها في طار تجيب تقول مش مهتم المناكفات معني مش مهتم بالمناصب السياسية يخي مش مهتم على اللي تعم في السياسة لا نعم في السياسة خطر توا أول حاجة الساعة مجتمع المدني بيهي الساعة سوي احنا توا المو كل شي في وقته وثم مرحلية احنا دو شنو الهدف الاساسي قدامنا شو المطلوب المطلوب الساعة لنحنا نبنيه ومؤسسة حزبية قوية باش نعاوده نعمله كالتوازن اللي هو قاعد يضيع دوه وباش المشروع طري العصري هذين حقوه وننفذوه هذين نبدو به هذين يمر عن طريق تأسيس تنظيم جديد ويمر عن طريق الانتخابات البلدية ومن هنا حتى لمدة هذين الكل أنا ما عنديش معني بحتى شي من هذين ثانيا احنا من الاشياء اللي اتفقنا فيهم حتى في مشروع النظام الداخلي انه ما تماشي واحد مؤهل طبيعيا باش يكون مرشح المنصب الا اذا يتم انتخابه من طرف المؤسسات الخاصة بالحزب باش ميبداشي كما صارق بل بالتعينات وغيره لذلك الموضوع ذاته حاليا موشي مطروح المطروح الساعة بل ما نفكره في الصيد البحر يقال لاخر نفكره في بناء السفينة الساعة باش كلم يتقال على الحزب الجيد اللي ناس حتى مش فاهمة معناها التموقع وهويت وعليش تخلق اصلا حزب جديد ناس تحكي على خلافات ايضا داخل هالمشروع الجديد هذين بين المكلف بالهياكل وبعض القيادات الاخرى النجم حتى نسميلك معنى ليش ميلا حذيري وبعض الاعضاء هذين كلم يتقال داخل معنى حزب بالخلافات مزل ما تتكونش ماشي حزب هو هو حالية مواش حزب هو مجموعة كبيرة ملو خيان قاعدين مبعض وقاعدين يفكروا وحكيني بعد اثنين مارس ويتأسسوا مؤتمر تأسيسي متاع وحكيني عن الخلافات ما توا مجموعة كبيرة من الناس يمكن نواصلوا كل مبعض ويمكن نواصلوا كل مبعض فما ناس بش يتخلى عليهم ثانيا مثلا ماشي هو حد ناس مش انا باش نتخلى عليهم. يمكن يتخلىوا على نفسهم. اه لكن توا مثلا. وين هو عد مجيد صحراوي مثلا. مثلا. مثلا عدك موفوف وسط وخيال. مثلا توا انت قلت سلاح ذيري. لح ذيري مش مكلفة الهيكلة. سلاح ذيري كان مشرف على لجنة لتصور العمل الهيكلي انهت عمالها وانتهت وتحلت اللجنة. خطر احنا اللجان هدو مش كون هدف متاحهم. قلنا لما انجونا وثائق فيها تصورات. والتصورات مش نتخشون في الجهات. اكيد توا معناها انت قاعد فضاء مفتوح في الاف من الناس سواء كان في الجهات ولا هوني قاعدين يحاولوا يطوروا في تصورات مشتركة. نهارة لي مش نعمل الخط السياسي متاعنا. يمكن ثم الناس مش يخرجوا عليك. نهارة لي مش تعمل تصورك التنظيم يمكن ثم الناس مش يتزادولك. والى اخيره نتحكيه بعد اثنين مارس. اما توا. في الان احضر قدام الباب وشرب قهوة. قال انا متقلق. والاخر عرضه من غادي يتكيف معهد سيجار وقال هو متقلق. انا بالنسبة لي هذية مسال ما ياشي مربوطة. لا بوطر ولا بيخط سياسي معي. انه حتى بداية وانه مشروع يبدأ بالخلافات ملول. لانه خاني اخذلك النواب اللي يستقلوا. اثنينة وعشرين جايوا للكتلة الحرة اللي تتبنى على اقال في جزء كبير منها. ام. مش الكل. ام. هذا فكرة المشروع. ام. وجزء اه اخر من اللي يستقلوا من نيدة تونس. مراوش في هذا المشروع. انه ينجم. يجمحهم. ينجم يكونوا موجودين فيه. نقول لك عليش. كي نسألهم. انا سألت عدد كبير منهم. هذا شي طبيعي. سألتهم يقول لك لا لا يمكن العمل مع محسن مرزوق. ميش بي. لانه محسن مرزوق متفرد بالرأي. ميش بي. هذا كلام قالوا اللي اللي ملتحقوش بهذه الكتلة. وهناك حتى تخوفات داخل هذه الكتلة من النزعة التفردية بالرأي وبالموقف لمحسن مرزوق. اول حاجة الساعة احنا مشينا كنا في توزر مشينا خدمنا مع لو خياني في الكتلة. عادنا نهارين ونص معنا في توزر على اساس سارة ايامة برلمانية. والمواضيع هذه الكلها آآ اللي فيها جوانب معينة من الأسئلة المشروعة تم التعامل معها واعتقد ان هالمسائل هذية معاش موجودة. تخوفات هذية عند الناس. وهو ما شافوا بنفسهم بالطريقة العمل. انه هالتخوفات مش موجودة. احنا وقت نحكيه عن كيب لسبيدي كيب. انا حاب نعطيك مثل بسيط بركة. شنية اول مرة تعملت بالحق في ميديد تونس وخدمت واستطاعت ان هي تربح. هي فريق الحاملة الانتخابية الرئاسية. واللي يخدم شوية على الحاملة الانتخابية تشريعية. اللي كنت ايضا رئيسه. واللي كان السيد سليم العزابي اللي هو في القسر كان هو مدير التنفيذي. واللي كانت فيه تعمل كيف. قال سينا بالحاجرة ومش محسن مرزوق فقط ظهور في الصورة. لا مش مشكلة. فما في ذا نقول نحكيك على سيميت وحكيتك على اسم حتى يوسف الشيات كان معنا نحكيك السيد سليم العزابي. ثم مبرشة ناس. ثم مع عشرات من الناس اللي خدمت. ثم مئات الناس اللي خدمت. لكنها خدمت يونيكيب. خدمت كفريق. وانا كنت مترأسه. وهذا الفريق خدم وما تمش لمشاكل تسلط رأيي. لا مشاكل كذا. اذلك توا خطر حانا سارت هكا مناكفات وثم مشاكل متاع امور سياسية. ميز من يشن ان نغلطوا الرأي مشكون قال فمشكون في الحزب يقول انه يسالوكم غرفها من وقت الانتخابات الرئاسية ظهورك هذك تزعمك يسألوكم غرفة أو بعد ما نساوها لكش أنا كنت عينت رئيس اللجنة والرئيس منتع اللجنة يزيم يكون رئيس منتع لجنة الرئيس يكون رئيسان يكون رئيس اللجنة يوقتي زيم نظهر نظهر ولي ظهر في بالي في الانتخابات الرئاسية كان السيد المرشح للانتخابات الرئاسية ولي ظهر وخدمنا كنا باش نظهروا على خطر دورنا وهذاك هو عملنا احنا الان هاو النموذج اللي قاعدت صايرة توا اللجنة اللي خدمت لكلها اللي تحضر في الوثيق قلنا ثم اللجن ما حضرتش فيهم اصلا ويخدموا بطريقة ذاتية لذلك الوخيان اللي خرجوا واستقلوا من الحزب احنا حتى واحد مطلوب منهم كلهم راويجة ومعانا ولا غيره انهم هما اختلفنا على موضوع الديمقراطية في الحزب شيء انهم مش نبنيوا حاجة مبعضنا حاجة مختلفة رفيق عبد السلام قيادة في حركة الناهضة قال حزب الجديد المحسن مرزوق يخشى في الاطار هذية انه يكون الوطد الجديد وعندما سئل عن العلاقة بين نيدا تونس وحركة الناهضة والمهندسين ذكرك من اهم المهندسين للتقارب بين حركة الناهضة ونيدا تونس اليوم كيقول محسن مرزوق انا ضد التحالف مع حركة الناهضة وهذا نيدا تونس ارتهنا ويريد ان يرتهن لحركة الناهضة يبدو لي وانه الناس نجم تعالق عليك وتقول راهو هذا ما نجمش محسن مرزوق يقول الكلام هذا ما عندهش الحق لانه هو اللي كان المهندس البعض ثم نقطين هم الساعة النقطة الاولى هي للتعلق بحكاية تشغال هو على حكاية الوطد لديك تشوف منا الشخصيات اللي موجودة معنا في المشروع اللي هي شخصيات دستورية شخصيات دستورية وشخصيات مهمة ومن قوصين هذي فرصة باش نفتح قوس على الموضوع هذا وانا حب نوجه بنا هنا كلمة الوخيان اللي معنا اللي هما مرجعيتهم دستورية ومرجعيتهم تجمعية ومرجعيتهم برجبية كيف الناس الكل اللي احنا نحن موجودين في نفس الخندق وفي نفس الصف وانه احنا مقدرنا نلتقي الان ولا نلتقي من بعد لانه مهم جدا ان احنا اه نفهم انه الموضوع هو المشروع وطن العصري كل من هو مع المشروع وطن العصري الحداثي اللي ناخد معليه سواء كان ملوخيان الساترة والمستقلين اللي غيرهم هذا البيت هذا المشروع هو بيتهم ولكن احنا نمد ودينا الناس كله مع انه مشكلة ما حتى حد والمستقبل طوي وري صحة كلامنا على خاطر مع ناشي وقت لحسابات لاخرى يبقى سي رفيق عبدالسلام انا يظهر لي قعد آآ مخيلته قعدت في السنوات الثمانين مشكلة له قطر هذي وطده كده متاع الثمانينات طوي الوطني الديمقراطيين عدم حزب يطول يقوده سيزيات الاخضر طوي يتكفلوا برد عليه لكن انا بالنسبة لي المشكلة عند بعض وخيان هذو ما اللي تويتكلموا مخاخهم قارت في الثمانينات في الجامعة ما اتطورت في الصراعات القديمة اللي احنا طورنا بعدها كثير تصور واحد ربعي سنة ما اتطور وثلاثي سنة ما اتطورش يبقى في جانب موضوع النهضة او حكاية انت كنت مهندس لا يسي انت قضية هذه المهندس انجينيور معناها احنا طوي محتاجين الهندسة في مجالات اقتصادية وصناعية واحنا شدين نتول مهندس ما اربطناها كان في حركات انها طبعا نسمع فيها عني شهر مهندس 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 خلينا في الهندسة الاخرى ما يسمى بحكومة الحكومة اللي صارت ولي فيها النهضة هذا هو الموضوع انت شو كان دورك كنا كنا في وقت هذاكا عندنا مشكلة كبيرة عندنا مشكلة انه جاوت انتخابات ما عطاش فايز واحد ومدام ما تماش فايز واحد في الانتخابات لابد من القوحل في بداية كانت ماشي ارتجاه في حكومة مش فيها النهضة. ولكن برشة من الاحزاب اللي هي تم انتخابها ومش نحكي باكثر مش شفافية خلينا استعلم. هات الوضوح. برشة من الاحزاب اللي هي ما هيش من نيدا تونس ما كانتش تحب انها تدخل في معاني نيدا تونس في حكومة واحدة ولا مش تقدم شروط تعجيزية عن نيدا تونس. وبذلك فشل تشكيل الحكومة لانه ما تماشي اغلبية برلمانية. تخنى في طار تعايش. والتعايش هذي تعايش. حزب تعايش آآ اللي هو في الواقع نتيجة لإرادة النخب التونسي. وعملنها الحكومة اللي قايم على الاتلاف. هذا اللي يعني تحالف من عمري ما كنت مع ضد. ومس حتاب قالت محسن مرزوق هو من جان للمكتب التنفيذي واقنعنا. هي ما كانتش معناها موجودة في الحكاية هذه. مليش عارف. مكتب تنفيذي كانت موجودة. مكتب تنفيذي كانت السيد الباجي قادة السبسي هو الرئيس. وقتها هو اللي يدخل. وما ثم حتى واحد وقتها منها يقنع. ثم كان الرئيس الباجي قادة السبسي. اللي هو قا يتكلم في المكتب التنفيذي حتى لين ولا رئاسته في شهر في شهر جانبي. آآ مسك رئاسة الجمهورية. لذلك احنا الآن تم فرق كبير زي من نضحوه. ما بين ان احنا عنا انتخابات وعنا عيرات نخب. وما بين موضوع التحالف. هذن موضوعين مختلفين تماما. انا ارى انه المسألة الديمقراطية يلحل. نحن مختلفون اختلافا جوهرين مع الاسلام السياسي ومع حركة النهضة. في برشة مواضيع بينها علاقة الدين بالسياسة. ثانيا نحب ونفوزوا عليهم في الانتخابات الاخرى وكان نفوزوا مش نحكموا وحدنا. شكونتم? الحزب هذي التنظيم جديد. نحكموا وحدنا. لانه من حقنا. نجم يفوز ما تكون طوي يفوز في الانتخابات الجاية. اذا فوزنا في الانتخابات المقبلة نحكموا وحدنا. ولكن في نفس الوقت زادة. نحترم ويرادة الناخبين التونسيين اللي نخبلنا سخرين. وهذه المسألة الديمقراطية. هو المشكلفين. معني لو عطات نفس النتائج. سمحني سمح. لو كان انتي غدوة حزب جديد هذا. والانتخابات التشريعية جاي عطات نفس النتائج اللي عطاتها اليوم. مم. وانتي كنت في نفس الترتيب متاع اه متاع نيدا تونس اليوم. اه اه تحكم مع النهض. احكم. لكن احكم. المشكلة اللي صارت فيني دا تونس مش انه هو حكم مع النهضة لمحكمش. اللي صارت انه محكمش دا تونس. تصطيع انك تحكم. تكون انت يشد اللوكوموتيف شد الدمان. وقتها تقود انت في تجاه معين. اما اللي صار انه محكمش. المشكلة اللي صارها كانت تعطيني فيها ثاني تين بركبش تفسرها. الفرق ما بين انك انت تجبرك النتائج متاع الانتخابات كما تجبر في المانيا ولا في امريكا ولا في غيره. باش تحكم مع حزب اخر مختلف معناها جوهرين. ولا تمشي الفكرة جديدة متاع التوافق. اللي ولت اندماج. نحن ضد فكرة التوافق اللي فيها اندماج. نحن مع التميز. لانه اذا كما تماش تميز اختر على الديمقراطي. باجي قائد سبسي تدهو الوضع الاقتصادي تسببت فيه تجربة الاسلام السياسي اللي كان متساهل مع الارهبيين والمجموعات المترفة. توافقوا في هذا الرأي? وافق رئيس الجمهورية في هذا الرأي. وهذا كلم قلناه سابقا. معناه اذا كان توم يقولوشي ما قلوشي كلام هذايا. باش ما نقلبوشي السكين في الجروح الاقديمة. مش معناها بدلنا رأينا. هون مش لفين. الناس ما فهمتش. انو رأوا. اذا كانوا حكمنا مبعاظنا. مش وفاة اختلافاتنا. لكن انت الاختلافات هذية يمش تظهر لك فانت خبتش جاي. مدير ديوان رئيسي عضو رأي السياسي الحاكم نيدة تونسي ذاب الحاج قال انه الامين العام المستقيل الحركة محسن مرزوق توفرت له كل الظروف لنجاح. في الدولة كمستشار لكنه لم ينجح. فطلب المغادرة الى الحزب بمحض ارادته وتسلم مقاليده وهو في حالة حسنة. لكنه ما نجمش يخدم في فريق. ورغم توفر نفس الظروف لم ينجح ايضا في الحزب. ترد عليه. انا رأيي انه مناها والحاجة هذه ما ايام كانتش مداخلة اللي اسمعت انا. كانت نوبة عصبية. اولا. وثانيا انا نتصور الكلام اللي قالوا كل سي رضا بالحاج. اولا الحاجة ما كانش يليق لانه الدولة كانت معناها احنا قاعدين في حضر حضر تجول وعنها حالة معناها سياسية صعبة واحنا ماشيين نحكيه في المشاكل هذية وبين بعضنا والمشاكل الصغيرة في عفوض الركز على الاشياء الرئيسي. والثالثا اعتقد ان هو ما كانتش يرد عليه. كان يرد على السيدة رئيس الجمهورية. انه السيدة رئيس الجمهورية قيم عملي في حوار تلفزي شهير. وقيم عملي لما وسمني وفي سطور التوسيل سي رضا بالحاج قاعد من تالي ويضحك معناه فرحان وسعيد. وثالثا قيم عملي حتى وقت مشيت ليدا تونس في البداية. ويعرف سي رضا بالحاجة وليدا تونس من شهر فيفري هو في ازمات فيفري. وهو من اقترحك لله. وهو من ناس اللي يقترحون يوعمل جهده والو خيانه كي خرش اللي بشرب الحاجة حميدة ووسي مصطفى بن حمد تكلمه في الموضوع ذايا. ومهم كيتكلمه الشهود. لذلك انا رسالتي له. معناها انه اهتم بالديوان الرئاسي. هو سيري ذا موش رجول السياسة. هو رجول الادارة. اهتم بالتنظيم بالديوان الرئاسي. لانه توا الان مهم جدا انه تبقى مؤسسة رئاسة الجمهورية بعيدة على المشاكل الحزبية وبعيد على الخلافات. لانه الوطن في ظرف متحضر التجول ومشاكل اجتماعية وصرطنة انتفاضة في البلاد. محتاجة انه الناس نعطيهو الثقة او نعطيهو المصدقية المؤسسات تتحكم في البلاد. صحيح انك شكيت بيه للرئيس? نعم اخيوان ما يسوه مشيت لشكيت معناها. لا لا نحكيلك معناها تشكيت معناها. في سابقة مشيت. في اللي قال اخير. لا لا مش في اللي قال اخير. انا كل مرة كنت نقابل رئيس الجمهورية وانا كنت امين عام. كنت نقول وكنت نقوله في الاعلام. كنت نقول انه هناك تدخل من مؤسسات معينة في الشؤون الحزبية. وراه هذا له وبهي للحزب. ولو وبهي المؤسسة الرئاسة. وانا نسأل الان بعد ثلاثة شهور من التحذير الامتاعي. هل صحة توقعاتي ولا? هل ادى تدخل متع المؤسسات هذه الى صحة هذه المؤسسات وان لا الى انعكاس سلبي عليها? والثانيا هل ادى ذلك الى حل المشاكل الحزبية والى النجاح? يعلم انه اعتقد انه اعتقد انه مؤتمر سوسة احد نماذج النجاح. وهذه هي مسألة اخرى من حبيت اتخل فيها. ثلاثة الاخير سيد محسن مرزوق. طلبت لقاء مهدي جمع في عدد مناسبات. ولم يحصل لقاء بينكما حتى الان. مهدي جمع يقال انه لم يغفر لك حتى الان هجومك عليه قبل الانتخابات عندما فكر في الترشح لرئاسه. ثم برشة من الناس قال اتخرج في المدة هذه في شعات اللي طلبت باش نقابلها. ما فهمت عليش ان هالشهوة اللي عندهم ان ينطلب باش نقابله. انا ما طلبت نقابل حتى احد. واللي عيني باش نقابله نقابله. لذلك مش صحيح ان ينا طلبت باش نقابله. عالما ان ينا مجود باش نقابله. وانا مع الناس اللي تحب تعمل مشاريع جيدة في البلاد. وصمعت انه يحب يعمل مركز متع دراسات. نعم. نشجعوا على التوجه هذا. سيورا نعانو في فيفري وفك ما هذا ما عطيت. نعم. انا نشجعوا على التوجه هذا ونقول له انه حزبنا جديد نصالها كل ما مشي لقاء فكرة بها في دي مركز دراسات متاع اللي مشي عملهم مش ناخذهم. بعد يبقى احنا مؤسسة سياسية محنش مؤسسة دراسية فقط. تعفلهم بعد مشي المشروع سياسي. معنى ما وش مشروع تعرف هذا. ما يجمش يكون الواحد يمشي غش بالطريقة هذية عملهم مركز دراسات مبعليك يعمل الحزب بعد. اللي يحب يعمل الحزب يعملوا من اللول. وراه مركز دراسات شيء ولا حزاب شيء. والبلاد تحتاج لمركز دراسات واحزاب. وحنا الحزب اللي مش نعملوه مش يكون عنده مركز دراسات. اللي يحب يعمل السياسة من اللول يجي يقولها بالفهم والبلاد لحب نعمل السياسة. وانا الحب نقول. تعتبروا غشة تمشي هذا? لا. اذا كان مش يعمل وانتي قلت. هو ما قالش. بلكش مش يقول ادي عمل مركز دراسات. اذا كان بعد ما يعمل مركز دراسات تا ومغود ويعلن الحزب سياسي. تولي غش. تولي عملية غش معناها في السياسة هذه. انتي مش معناها انا اتخلتك بالافكار ومبعليك تتلزيت نعمل السياسة. من اللول تعمل السياسة. لكن انا نقول حاجة. انا انا ما عندي حتى مشكلة معاها هو بالعكس. تلبت لقاءه. لا يودي ما طلبش لقاءه. وشو قال لك انه مش العكس اللي صار? انا عندي معطى. وانا يا سيدي ما عندي معطى. عندي معطى انك تلبت لقاءه. لا يا سيدي ما عنديش لي حتى طلب لقاء ليه ثم برشة ناس اطراف وخيان قلت لك ثم ناس اتشاهها لما اللي فات قاله ورجل غنوش ولي بتطولوا على مهدي جمعة. وضم نعرفش الناس كل تتشاهها فالشهة هذه نطلب لقاءه. اللي صار انه احنا ثم برشة وخيان جاءوا يقولوا علايش ثم مبادرات مختلفة في نفس الساحة. علايش من واحدوش ما بينات. هاو اللي قاعد يسير ده. مش كان هو برك. سي مهدي جمعة وسي منذر زنيدي وشخصية اخرية. انا فاتح ايدي للجميع. اذا ثم امكانيه انه الناس تجد حول نفس الطاولة. ومن عملوش مبادرات مختلفة والمسق والساحة السياسية. انا ما عندي حتى مشكلة. لكن في طار الوضوح علما اني انا اشجعه على العمل في تونس. وشجعه على بنات. عنده رغبة ان يكون رئيس يترشح الرئاسة. تنجد يكون موجود معه في نفس في نفس المشروع. اذا كان هو مش يترشح الرئاسة ويكون هو افضل انا مش يكون من الناس اللي مش شجعوه ويمكن حتى من الناس اللي سدوه. شكرا لك سيد محسن مرزوق. بركة الله فيك. الناشط سياسي المستقل اليوم. شكرا جزيلا نتقابلونا الابنين. بو مكان. سنرابيل دو ميلان. شكرا سنرابيل دو ميلان.